بسم الله سلاة وسلم على رسول الله والحمد لله رب العالمين. المحاضرة الاولى في علم الاجتماع. اول حاجة اه المحاضرة دي يقول نشأة علم الاجتماع. نشأة علم الاجتماع في القرن التمنتاشر والقرن التسعتاشر. لما نشأ علم الاجتماع كان في شوية تغيرات حصلت. تغيرات دي حصلت فين? التغيرات دي حصلت في السياسة وحصلت في الاقتصاد. طيب طالما حصل تغيرات في السياسة والاقتصاد يبقى اكيد حصل تغيرات في الفكر. اكيد حصل تغيرات في الفكر والايدولوجيا في اوروبا. كلمة ايدولوجيا هي هي كلمة فكرية. خلاص يبقى دي الفكرة. تمام? يبقى حصل تغيرات سياسية واقتصادية وبالتالي حصل تغيرات فكرية. والتحولات دي كلها مكانها كان اوروبا. لكن هي بقت عالمية اه لما اثرت اثرت على العالم كله. اثرت على العالم كله. وكمان عملت ايه بقى? عملت على انها تفكك كل انظمة اه كل انظمة الاجتماع اللي عايشت في ظلال البشرية الاف من السنين. بمعنى ان التغيرات او لما جي فكر جديد او حصل فكر جديد. الفكر ده كان غرضه انه هو يحدث تغيرات على الفكر القديم. او يضيف حاجات جديدة. تمام? ما اندنناش في ركود. تمام? فتمام. طب التحولات او الحاجات اللي حصلت. قال لي حصل حدسين عظامين او حدسين كبار. وكان لهم تأسير بلغ جدا 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 في التطور اجتماعي اه اللي هو علم الاجتماع او التطور السياسي او التطور الاقتصادي. يبقى انا عندي تطور في كم مجال تلت حاجات. تطور في علم الاجتماع. تطور في السياسة. تطور في الاقتصاد بالنسبة للمجموعات البشرية. طيب علم الاجتماع ظهر ازاي? علم اجتماع ظهر استجابة الازمات. حصل مشكلة اجتماعية واحد اتنين تلاتة فظهر علم اجتماع. مشكلة اقتصادية واحد اتنين تلاتة فظهر علم الاجتماع مشكلة فكرية والسياسية واحد اتنين تلاتة فظهر علم الاجتماع يبقى علم الاجتماع ظهر استجابة لكل المشكلات اللي حصلت في التلات مجالات اجتماعية اقتصادية فكرية تمام دي طبعا قواضي التعامل المجتمع التقليدي في اوروبا طبعا آآ دي زي ما انتفقنا علم الاجتماع لما ظهر ابتدى ان هو يقضي على حاجات قديمة ويعمل حاجات جديدة. تمام? طيب. ايه الحاجات الاديمة اللي كانت موجودة زمان? حاجات الاديمة اللي كانت موجودة زمان نظام اسمه نظام المقايدة. اه انا اسفق نظام اسمه نظام الاقطاع. هنا الاقطاع الاول. تمام? اه الاقطاع ده? نظام الاقطاع ان هو كان الاراضي الزراعية كلها لشخص واحد او لعائلات الغنية بس. واحنا يعني الفلاحين كانوا بيشتغل في الارض ويطلع عينيهم مش هارف ايه. وفي الاخر ما كانوش بياخدوا الا ما يكفيه قوط يومهم لاكتر والاقل. تمام? ما كانوش بيملكوا اي اراضي وكانوا بيتعبوا على الفاضي يعني وحتى اللي بياخدوه قليل. يدوبت بيكفي اكلهم مشوربهم فقط لغير. تمام? طيب. ده في اواخر القرن التمنتاشر واوائل القرن التسعتاشر. طيب نسكت طبعا لا. فحصلت بقى الثورة الفرنسية. يعني ده مجتمع او دي حاجة احنا ما نرضاش عنها ان نكون الاغنية بس هم اللي عندهم اراضي مش عارف ايه بفلاحين غلابة بيشتغلوا بيتعبوا وطلع عينيهم. فحصلت بقى الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية دي كانت سنة الف سبعمية تمانية وتسعين. طيب هي الثورة الفرنسية دي كانت عايزة ايه? كانت عايزة تعمل تغيرات. هل التغيرات دي كانت تحولات سياسية بس? طبعا لا. الثورة الفرنسية كانت تحولات سياسية تمام? وكانت برضا آآ ليها آآ تحولات اجتماعية. يعني هي عملت اكتر اتحولات اقتصادية. الثورة الفرنسية اصارت في اكتر من مجال. يعني هي ما اصارتش فمجال واحد بس لا. هي اصارت في اكتر من مجال. تمام? يبقى الثورة الفرنسية كانت مختلفة تماما عما سبقها من ثورات او حركات اجتماعية. تمام? اه طيب عملت ايه بقى الثورة الفرنسية? اآ فقد حادث وانصار الفلاحون في بعض المسافة المتفارقة في اوروبا ضد الاستغلال الاقتراع. زي ما انتفق ان الفلاحين كان مظلومين. فطبعا الفلاحين ابتدوا ايه? ابتدوا يقولوا لا ما ينفعش احنا ان دينا مظلومين كده حد امتى? اعترضوا يعني. تمام? اه بيقول لي لكن اه تلك الثورات هدفها انها تحقق مطالب في قوية محددة. يعني مسلا اه انها تستبعد افراد معينة من السلطة تقول لهم لا ما امشوش تحقق تخفضات اه في الاسعار مش عارف تقلل الدرائب مش عارف ايه. دي انواع الثورات. يبقى كل ثورة قد بتحصل قبل الثورة الفرنسية كان هدفها حاجة معينة بس. ليها مطلب واحد بس. دي مسلا اقول لك اه السلطة ده ينزل ما السلطة اه قال له الاسعار قال له الدرائب شاف ايه? لكن الثورة الفرنسية بقى لا. الثورة الفرنسية ضربت في كله. عمل التفكيك شامل او كانت عايزة تعمل تغيير شامل لكل النظم الاجتماعية. تمام? طيب. ليه? لان كان في اه قيم عليا علمانية. الصورة الفرنسية كانت متأثرة. الحرية والمساواة. حاجات كتير كده موسي العليا والكلام كبير اللي هو بتاع الناس. شو يعني منقول الكامل الكبير اللي احنا ما بنفهموش ده. بالضبط. ومع ان الموسي العليا اللي كان بيؤمن بها الصور الفرنسيين. نادرا ما تحققت بشكل كامل حتى الان. يعني بالرغم انهما كان عايزة حرية ومساوية وي 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 وي. وهي ما تحققتش كلها. الى انها بصراحة عملت تغير سياسي عميق جدا 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 جدا. وده كان من العوامل اللي حركت التاريخ في العصر الحديث. طيب. علم الاجتماع. آآ غيره آآ يعني آآ شأنه من الفكن الانسانيين اللي هم مهتموا بالقضايا اللي اثارتها الصور الفرنسي تاني. وجد علم الاجتماع شأنهم في شأن غيرهم من المفكرين الانسانيين انفسهم. مهتمين بالقضايا اللي اثارتها الصور الفرنسي بمعنى. الصور الفرنسية قالت كذا كذا كذا. وطرحت كذا قضية آآ زي مسلا قضية التقليد كفاية بقى ان احنا عايشين في الايام القديمة آآ في مقابل التجديد والتنوير يعني الصورة الفرنسية كانت عايزنا نتطور نجدد كده الدين في مواجهة الدولة كان في مشكلة آآ الكنيسة كانت مسايدرة على الدولة بشكل فضيع الصورة الفرنسية بتادي التهاجم ده طبيعة الملكية ان يكون في ملك لا احنا عايزين نظام جمهوري العلاقة ما بين الطبقات الاجتماعية كل كلام ده ادارية مركزية فكر المساواة كل دي قضايا كل دي قضايا وطبعا القضايا دي نشأ لها مفكرين بيفكروا فيها يعني كان في مفكرين بيفكروا في نفس اللي الصورة الفرنسية بتفكر فيه طيب التأثير الشامل ده اللي حصل واللي عملته الصورة الفرنسية وكده ده يخلي الصورة الفرنسية اول صورة ايدولوجية في التاريخ اي انها اول صورة فكرية في التاريخ يبقى الصورة الفرنسية اول صورة فكرية في التاريخ تمام? تماما. اه طيب. ويكفي للدديل على كرونال ظاهرة جديدة تماما. في سلسلة من التشراعات والمنشورات ظهرت سنة الف سبعمائة وتسعين. لقد غيرت الصورة الفرنسية كل شيء تقريبا. الصورة الفرنسية غيرت كل حاجة. طوارت ديانة جديدة. يعني متخيلين وصل لفين? وصلنا طوارت ديانة جديدة لها تقصها ولها ايامها المقدسة. ديانة بدون اله وبدون وعود في حياة اخرى. تمام? طيب ايدولوجيت الصورة الفرنسية كانت مستمدة من ايه? او الصورة الفرنسية كانت عايزة ايه? فكر. تماما? يبقى هي محتاجة فلسفة تنوير. تمام? يبقى دلوقتي الصورة الفرنسية كانت عايزة ايه? كانت عايزة فلسفة التنوير هي اللي ما هدت للصورة الفرنسية. وبخاصة جان جاكروسو. آآ ده لان آآ جان جاكروسو قال لي كان عايز مساواة فردية وادارات عامة. ودي طبعا اعطت شرعية للسلطة السياسية المطلقة. خلاص كده يبقى الصورة الفرنسية كانت مستمدة اصلا من فلسفة التنوير. وبخاصة جان جاكروسو. جان جاكروسو قال لي كان عايز مساواة ما بين الافراد ومساواتنا في السياسة ويعني وناخد حقوقنا السياسية والكلام ده كله. طيب من اهم التشريعات السورية اللي قواض التعاقب النظام الاقتراع في المجتمع القديم المعروف بحقوق الانسان. يعني ايه? بيقولك اهم حاجة. آآ من تشريعات السورة يعني. اللي قضت على نظام الاقتراع. وانا نظام الاقتراع ده معناه ان كان الاغنية بس هما اللي بيبقى عندهم اراضي. والفلاحين بيشتغلوا بس في الارض يقلوا بها. ياخدوا بس اللي بيقضي كوت يومهم بس. ومظلومين في الاجر خالص. طيب ايه اهم حاجة يا شمس قدت الى ان احنا نلغي النظام الاقتراع حقوق الانسان. ما مش معقول بنا ادم يدانه يتعف في الارض وبعد كده ياخد تفيد. تمام? طيب. حقوق الانسان او آآ حاجة اللي معروفة بحقوق الانسان قالت لأ. الامة هي مصدر السلطة. وان القانون هو اللي لازم يعبر عن ارادتنا. تمام? ارادة الفئات. ارادة الطبقات. كل المواطنين لهم الحق ان هم يشتغلوا ويسهموا. وكده. ولكن آآ كلنا لازم نتساوى. ناخد حقوقنا في مأكل مشرب مال بس. ونتساوى كنا قدام القانون ما يباش في حد كبير عن القانون. تمام? طيب. حتى الملكية تأثرت بالثورة. قلنا نظام الملكية ده. العرف وقانون كان بيقول ايه? كان بيقول ان آآ آآ نظام معايل للمراس زراع عاش اجيال طويلة داخل الاسر. بمعنى مسلا كان يجي يقولك الارض بس هو اللي يبقى عنده ارض زراعية. يعني بس رب الاسرة بس ما فيش حد تاني. وهي الاسرة دي والاسرة دي اللي هيدناها من جيل لجيل لجيل لجيل. هي اللي مسكها الارض الزراعية. لكن لا طبعا الملكية. معنى الشي دي كلمة ملكية. يعني بقى الملكية اتأثرت. زي مسلا ما قلنا. يعني قول اب بس ولا هيمسك مش عارف في الارض. آآ ما فيش غير الاب اللي بيبقى عنده الارض. وهي نفس العيلة اللي فيها الارض. ما تروحش العيلة تانية وما تروحش الحد تاني. لا. دي طبعا آآ بعد الثورة اتغيرت طبعا الملكية دي خالص. لنظرة تعتبرها ملكية خاصة بافراد الاسرة ككل. بمعنى ان كل فرض من افراد الاسرة من حقه ان هو يمتلك ملكية خاصة. يعني مش الاب بس يعني. وفرضت كمان على الاب ان هو يمز يوزع على ابنائه بالتساوي. وان كان ده بيعترض مع بعض المبادئ الدينية. ولكن هما قالوا كده من ضمنها ان الاب يوزع ملكيته على ولاده بالتساوي. وكده آآ هيضعف آآ وده ترتب عليه ضعف التماسك الاقتصادي للاسرة. بمعنى ان كل واحد بقى له ملكية خاصة. فبالتالي ما بقاش اقتصادهم موحد. لا. بقى كل واحد له اقتصاد لوحده. كل واحد له قرش الواحده كده زي ما بيقوله. كمان الدين اتأثر تأثر عمي جدا بالثورة. ليه? قال لي يا شمس هتلاقي تقارب كبير جدا ما بين فلسفة التنوير وما بين الثورة. بدأت تتردد زي مثلا الدولة لم تخلق من اجل الدين. بل العكس والصحيح. ليه? ان الكنيسة كانت مسيطرة على الدولة بطريقة فضيعة. بيقولك لا الدولة مش من اجل الدين. خدوا بالكم انا ما قصدش الكنيسة اللي هو الكنيسة بالذات نفسها لا. ولكن كان فيه افراد في الكنيسة بيحطوا تشريعات وبيحطوا كلام يختلف تماما مع الديانة المسيحية. خلاص? يعني هو ملوش ملوش اي صلة بالديانة المسيحية. ولكن زي ما نقول تحكم افراد في الكنيسة تحكم رجال الدين باسم الكنيسة. بيتحكموا بطريقة زيادة عن اللزوم. طريقة اصلا بتخالف مع تقاضي الدين اللي ربنا انزله. تمام? لذلك الصورة الفرنسية قالت لك ان الدولة لم تخلق من اجل الدين. لا. العكس والصحيح. الدولة لازم تكون فوق كل حاجة. ده باسم الحرية. فبالتالي كان غرضها ايه? انها تقمع كل الدعاوي الكنيسة والتعاليم الدينية. الايه? اللي هي مش مناسبة. اوليه مش حقيقية. لا تمس للدين المسيحي بصلة. ونقلت كافة الوظيفة التربوية من الكنيسة للدولة. خلاص يبقى كل حاجة انتقلت من قلب الكنيسة. بقت السلطة في ايد الدولة. تمام? تمام. والاكسر من ذلك تم مصادرة الدولة لممتلكات الكنيسة. حتى الدولة صدرت الممتلكات اللي عند الكنيسة. طيب. الصورة الفرنسية بصراحة كانت متفردة. يعني هي عملت حاجات مع ملهاش الصورات اللي قبلها. عملت تأسيرات سياسية واجتماعية. على كل الفئات في المجتمع الاوروبي. مش بس المجتمع الفرنسي. من رغم انها بنقول صورة فرنسية. لكن هي عملت تأسير في كل المجتمع الاوروبي. التاريخ. بيقول لي وعلى الرغم من ان التاريخ عرف بعض الجمهوريات وخاصة في بلاد الاغريق وفروما. لكن الجمهوريات دي كانت حالات استثنائية وحالات ندرة. اللي هو يعني نظام الجمهوري وكده في بلاد الاغريق وفروما. ولكن دي كانت حاجات ندرة جدا وكان المواطنون اقلية. يعني قليلين جدا يعني. فالاغلبية كانت من العبيد او من المحرومين بامتيازات جماعات المواطنين الاخرى المتميزة. خلاص تاني يبقى احنا دلوقتي بنقول اني الصورة الفرنسية عملت تأسيرات سياسية واجتماعية ومش عارف ايه. على الرغم ان التاريخ كان فيه جمهوريات وخاصة في بلاد الاغريق وفي بلاد روما وكان فيه ناس حرة ومش عارف ايه. ولكن دول يا شمس كانوا نسبة قليلة جدا جدا جدا. طيب الحدث التاني المهم اللي اثر تأسير مباشر في نشأة علم الاجتماع يبقى اول حدث اثر تأسير مباشر في نشأة علم الاجتماع كان الصورة الفرنسية. طيب يا شمس الحدث التاني اللي اثر بقى في آآ نشأة علم الاجتماع كان الصورة الصناعية. طيب الصورة الصناعية دي يا شمس ظهرت في انجلترا او بريطانيا هي اياه. في اواخر القرن التمنتاشر. طيب وقعدت تنتشر طول القرن تسعتاشر سواء في اوروبا او في امريكا اللي هي الولايات المتحدة. الثورة الصناعية دي هي مستحدثات حصلت فنية. آآ زي ايه يا شمس المستحدثات الفنية دي? تسخير طاقة البخار في خدمة الانتاج الصناعي. يبقوا يستخدموا البخار. تمام? وتبني اشكال جديدة بقى الات ومعدات. آآ بتدار بمصادر طاقة جديدة. خاص كده يبقى الثورة الصناعية حصلت في بريطانيا او في انجلترا. بيقول ان هي عملت مستحدثات فنية. زي انها استخدمت مثلا طاقة البخار. استخدمت آلات جديدة. استخدمت مهدد جديدة. ولكن الحقيقة في الحقيقة ان الاختراعات دي مكادش آآ غير مجموعة اكبر بكتير من تغيرات اجتماعية واقتصادية. لم تكن سوى جانب من مجموعة اكبر بكتير من تغيرات اجتماعية واقتصادية. بالبلدي. من بلدي بنقول ان الثورة الصناعية مكادش بس صورة صناعية. لا. ده كمان حصل تغيرات اجتماعية وحصل تغيرات اقتصادية. يبقى لما حصلت الثورة الصناعية ادت الى حدوث تغيرات اجتماعية وتغيرات اقتصادية. مش بس في الصناعة يعني. وكان ابرز واهم التغيرات يا جماعة هي هجرة القوة العاملة من الريف الى المدن. او الى قطاعات العمل الصناعي طبعا. الوقت احنا تمنا بالصناعة المدينة بقت عبارة عن مصانع. محتاجين ايدي عاملة في المصانع. اه والريف طبعا. الاراضي الزراعية ما بيتجيبش هماء او ما بيتأكلش قوي يعني. وزي ما قلنا نظام الاحتقار الناس بقت تزيب الريف وتقوم راحة للمدن. العملية دي بقى قدت الى تصنيع عمليات الانتاج الزراعي. يعني حتى الزراع بقوا يستخدموا فيها الات صناعية. ما بقاش في الالات التقليدية. مش عارف ايه او دي الات خاصة بالزراع. لا. حتى الزراعة بيستخدموا في الات صناعية زي اللي هو الجرار والحاجات دي كلها يعني. بقيت الات صناعية حتى. العملية دي يا جماعة قدت لنمو المدن. المدن بقى بقى فيها ناس كتير جدا 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 ودي حكا لم يشهدها التاريخ. تمام? اه حركة التصنيع والتحضر. بقى في تحضر. الناس بقت خلاص بقى راح المدن وتبتدى تتأقلم على المدن وتعيش عشت المدن. تمام? حركة التصنيع والتحضر تمام? قلب التحولات اللي حصلت. طيب عملت ايه بقى? عملت على انها بتفكك اغلب الاشكال الاجتماعية التقليدية الى غير عودة. يعني منقول ايه? انت رحت المدينة وتحضرت ومش عارف ايه. فكأنه بيقضي على كل حاجة مجتمعية تقليدية. وخلاص بقى اه تحضر وخليك منفتح وافتح نفسك للدنيا زي ما بيقولوا الكلام ده. تمام? في ظاهرة تالتة مرتبطة بيهم. لازم برضك نقولها يا جماعة. وهو الزيادة الهائلة في السكان على مستوى العالم. ليه? احنا لما اهتمنا بالصناعة والزراعة. اه لما اهتمنا انا اسفى بالصناعة. فبالتالي اه استقبنا النا زادت. يعني الفلوس زادت. وبالتالي قدرنا ان احنا نستخدم الفلوس دي في تحسين الخدمات الصحية والتعليم. وحسننا اوضاع الحياة بشكل عام. فلما احنا عملنا كده زاد زيادة هائلة عدد السكان على مستوى العالم. الناس بقى بقى التخلف وضمنا ان عيالها يعيشوا عيشة حلوة. تمام? اه اتضارة الدراسات. اعداد السكان العالم عند مولد السيد المسيح بقى اقل من تلتمائة مليون سنة. والمعدل ده او لحد ما. ولكن كان بطيء لحد القرن التمنتاشر. عدد السكان تضاعف خلال تمنتاشر قرن. ولكن منذ التاريخ ده بقى فيه حاجة بقى اسمها انفجار سكاني. تاني تاني. يبقى الدراسات قدرت عدد السكان عند مولد المسيح بقى قل من تلتمائة مليون سنة. العدد ده يا شمس ده انه ينمو بمعدل سابت. كل سنة مسلا يزيد اربعة في المية. كل سنة يزيد اتنين في المية. المعدل ده سابت وكمان قم بطيء. كلام ده لحد القرن التمنتاشر. تمام? لكن فجيئنا خلال تمنتاشر قرن ابتدت عدد السكان تتضاعف. وبالتالي حصل انفجار سكاني. عدد السكان العالم كله دلوقتي يزيد عن آآ تمانية سمانية او انا اسف. سمانية مليار نسمة. يبقى عدد سكان العالم دلوقتي تمانية مليار نسمة يزيد كمان عن تمانية مليار نسمة وفقا لتقديرات صحيفية وكده. صحيفية وكده. طيب. يقترب سكان العالم من اتناشر مليار نسمة بحلول آآ بحلول عالم الفين سبعة وثلاثين. بيتوقعوا ان عدد سكان العالم هيبقى اتناشر مليار نسمة. وطبعا اللي انا بقول عليه ده ده يعتبر حاجة مخيفة بالنسبة للمستقبال نقبشر والناس مختلفين في الاراء والتحالات وإيه اللي هيحصل مش عارف ايه. لان العام الوراء الزيادة السكانية بالشكل ده يعني بنفس قدر حول التصناع والتحضر نراحز انه على امتداد التاريخ البشري هيبقى فيه اه توازن عام بين الموليد والوفيات. تمام? يعني دلوقتي يا شباب بنقول ان الموضوع ده ممكن يكون خطر. انه الاعداد الناس عمالة ديب بالشكل ده اه موضوع خطر. واختلف حواليه الاراء واقعادوا الناس تحللوا مش عارف ايه كده. زي برضك موضوع التصناع والتحضر. ناس تقول لها خليكوا ازرعوا وناس تقول لها اه صناعة. نفس الكلام فيه اختلاف على الموضوع ده وعلى الموضوع ده. نراحز بقى انه على امتداد تاريخنا فيه توازن ما بين الموليد والوفيات وده من رحمة ربنا بنا طبعا. ومع ان الموضوع ده معقد من شوية جوانب الى ان فيه ظاهراتين رأسيتين بتفوق سائر الظواهر يعني متفوقة على الظواهر دي. اولها انه كان من السائد قبل القرنين الاخرين اللي يزيد متوسط العمر اه منذ الميلاد على خمسة وتلاتين سنة. مش احنا اتفقنا يا شباب. يعني اه مسلا اه المجتمع منيل وما فيش فيه ظروف صحية كويس. هو لا تعالين كويس. فكان لما العيل يتولد. نقول بص العيل ده امره مش متوسط عمره كده مش هيزيد على خمسة وتلاتين سنة. الله الاعمار بيضي الله الاعمار بيضي الله كل حاجة. بس احنا بنقول على المجتمع او ظروف المجتمع. فكنا نتنبأ ان الشخص ده مش هيعيش كتير بالبلدي. تمام? اما العامل التاني هو حجم معدل وفيات الاطفال. لان كان الشاعر في اوروبا وغيرها من العصور الوسطى ان حوالي نص الاطفال بيولدوا كل عام بيموتوا قبل ما يوصلوا لسن البلوغ. وده قلنا بسبب اسباب ايه? ممكن تكون اسباب صحية اه تعليمية. اسباب دينية. في ناس بتقتل الاطفال الظواهر دي كلها. خلاص كده. يبقى احنا دلوقتي بنقول ان الموضوع ده معقد. توازن ما بين المواليد والفات الموضوع ده معقد. اول حاجة ان كان ممكن نقول ان متوسط العمر منذ الميلان آآ ما كانش يزيد عن خمسة تلاتين آآ آآ سنة. وكثيرا ما يقل عن زي اللي كان بيقيل عن كده كمان. العامل التاني حجم معدل وفيات الاطفال. وده كان شاعر في اوروبا وغيرها متقرنات في العصور الوسطى. نص عدد الاطفال بيموتوا قبل ما يوصلوا لسن البلوغ. ومن هنا شايفين ان ازدياد العمر المتوقع عند الميلان. وانخفاض معدل وفيات الاطفال قبل سن البلوغ. يعني مسلا شمس دلوقتي لا. دلوقتي الله اكبر. آآ آآ عمرنا آآ زادت شوية. يعني الناس تعيش للستين ناس تعيش للتمانين. آآ حتى يعني الاطفال وكده ابتدوا يعيشوا ويوصلوا لسن البلوغ ويعيشوا حياة طبعية. طب ده بسبب ايه? ارتفاع مستوى الصحة. الصحة تحسنت. تحسنت الظروف العامة. الطب نجح وتقدم وتطور وقدر يقضي على الامراض المعدية. فنشوف ان لما حصل كده يعني الله اكبر وكده. فالله اكبر ايه? بقى فيه آآ لما تحسنت المستوات الصحية والظروف العامة ونجح الطب. فزاد اعداد السكان بشكل هائل. لازم بقى دلوقتي نحدد اهم ملامح الصورة الصناعية اللي علم الاجتماع استجاب لها في الظهور. او اللي اسهمت فيه تشكيل المشكلة والتصورات. طيب. الملامح الهمة تتمثل فيه حالة العمل. والتحول اللي طرق على نظام الملكية. ونشوء المدينة الصراعية. ونمو التكنولوجيا. وبقى فيه نظام مصنع. يبقى جانب كبير من علم الاجتماع. آآ بنقول ان آآ ينظر اليه بوصفة استجابة لتحدي هزه الظروف. يبقى ايه اللي حصل يا شمس تاني? بنقول ان حصل الله اكبر ملامح مهمة في حالة العمل في نظام طرق حصل. الناس ابتدت تسيب المدينة. انا اسفل الناس بتتسيب القرية وتتجه للمدينة بسبب وجود المصانع بسبب الحالة الصناعية. اهم ما اهم منقشة او اهم تحدي يا شباب يتمثل به الطبقة العاملة بصفة خاصة وليس الفقراء بصفة عامة. الطبقة العاملة بقتهي الموضوع الرئيسي. طبقة اللي بتشتغل بقتهي الموضوع الرئيسي ده شغل الزهن الاوروبي في القرن التسعة عشر. الملاحظين والمستقلون والمحافظين والرديكال ما احنا لازم نعرف ان علم الاجتماع ناس او المفكرين فيه بيتقسموا الحاجتين. ناس محافظة مش عايزة تغير وناس رديكالية يعني بتحب التغيير وبتحب فلسفة التنوير. المهم اه ادركوا اه الحال المتداهور اللي كانت بتعيشوا الطبقة العاملة من الاحتقار العاملة. اتفقنا ان قد ايه العمال كانوا مظلومين وقد ايه الفلاحين. من ضمنهم الفلاحين كانوا مظلومين جدا. وهم بيشتغلوا في الارض الزراعية وبياخدوا فتفيد. خلاص? تمام. وتقويدوا لوحدة القرية والاسرة والكلام ده كله. دي كانت يعني ايه? دي كانت حاجات مفجعة. حاجات تحزن في نظام الرأسمالي. يعني تمام? تلك كانت الخصائص الرئيسية المفجعة للنظام الرأسمال الصناعي الجديد. تمام? لما بقى حصلت الثورة الصناعية قالت لك لأ الكلام ده ما ينفعش. يعني ما ينفعش العمال يكونوا محتقرين. ما ينفعش يا شمس يكون فيه انهيار لحماية الطواقف. لأ كل الناس لازم تحمى. تمام? طيب. فلما جيه بقى النظام الصناعي وشاف المشاكل احتقار العمال والانهيار ومش عارف ايه. ابتدى انه يهدم الاسرة. ابتدى انه يهدم القرية. يقولك لأ الكلام ده ما ينفعش. ما ده انكش قاعد في القرية لحد ما تدفن فيها بالحياة زي ما بيقولوا. لأ. تمام? فسجلوا بقى ايه? ظاهرة انهيار مكانة العامل العادي. يونيال في فرنسا وهيجل في المانيا. بصدراء وشمئزاز للنظام الانجليزي. لحظوا عدم الاستقرار في المجتمع الانجليزي. ترتب على اقتلاع العامل من جذور العقلية والاجتماعية. وتقديمه نهبا للشكل جديد مفزع من الاستغلال. خلاص كده. يباحنا دلوقتي بنقول اني آآ الخصائص دي كانت حاجات تزعل جدا بالنسبة للنظام الرقسمية للصناع الجديد. الملاحظون. سواء كان المحافظين او الراديكال يعني آآ سجلوا ايه? سجلوا انهيار مكانة العامل العادي. يونيال في فرنسا وهيجل في المانيا. قال في احتقار آآ سجلوا اصدراء وشمئزاز للنظام الانجليزي. لحظوا ان ما فيش استقرار في المجتمع الانجليزي. وبالتالي طالما ما فيش استقرار فالعامل تم اقتلاعه من جذوره العائلية والاجتماعية. دمام? وطبعا راح للصناعة. نحن دفعنا ان هو كان بيسيب القرية ويسيب عائلته مش عارف ايه ويروح للصناعة. فدي كانت من ضمن الحاجات اللي اتزعل. او كانت من ضمن الحاجات المفجعة برضو. يعني ما هو كل نظام له مميزاته له عيوبه. طيب الملمح التاني يا شمس للثورة الصناعية فيتمثل فيه. الملكية وتأثيراتها في النظام الاجتماعي. الملكية في قرن الساعتاشر لعب الدور مهم جدا في التمييز ما بين المحافظين والتقدميين. وده وفقا للموقف. اه طيب مش فاهم. زي ما اتفقنا كل كل نظام كان فيه ناس محافظة. تمام? نظام اه محافظ عايز يحافظ على كل حاجة قديمة. واساس ضروري للأسرة. يقولك اهم حاجة الاسرة. اه يعني القرية. اهم حاجة الكنيسة. اه وكده يعني. تمام? اما بقى فيه ناس راديكالية او تقدمية بتحاول تغير. ماشي? فكان الغاء الملكية. ده الهدف الاول. يبقى الناس اللي كان بتحاول تغير كان الهدف الاول الغاء الملكية. وبالرغم من كده كان فيه نوع من التقارب الجزئي خاصة بتفسير الملكية ما بين المحافظ والتقدمين. برغم ان هما مختلفين. ولكن في موضوع الملكية ده كان فيه تقارب جزئي كده ما بينهم. تمام? اتفق كل من مارتس وي اه وولوبلاي حول الاساس الاقتصادي السابت للأسرة في التاريخ. اتفق قولا جميعا مع لويس نمر على ان علاقة جامعات من الناس بمساحات من الارض في مجتمعات منظمة دي بتشكل المضمون الاساسي للتاريخ السياسي. التدرك الاجتماع وغيره من اشكال دي نتكت عن علاقة الناس بالارض. لكن حصل اتجاه عداء نحو امات معينة من الملكية وبخاصة الملكية الصناعية الضخمة. وانصب هذا العداء بصفة خاصة على النمط اللي شخص منها زي الاسهم المتدولة وكده تحول القوة السياسية من ملكية الارض الزراعية الى اشكال جديدة من الرأس مالية. خلاص يبايا اسمها الملكية. يبا هما كانوا بيتكلموا عن ايه بالبلد كده? هما كانوا بيتكلموا زي ما قلنا حكاية اه ان مسلا الاب يكون مسلا هو اللي مسيطر على الارض والكلام ده كله. فخلاص لا افتقد الموضوع ده يتغير شوية. عشان اه اه فبنقول اني اه كان فيه اه تشابه ما بين او تقارب جزئي ما بين الملكية ما بين المحافظين. الناس المحافظة اللي مش عايزة تغيير والناس اللي حابة انها تتقدم. اتفق ماركس ولوبلاي حول الاساس الاقتصادي للأسرة. اتفقوا مع لويس نمير على ان علاقة جماعات من الناس بمساعدة من الاراضي ده اهم حاجة. تمام? التدرك الاجتماعي وغيره من اشكال الترتيب ده نتجة عن علاقة الناس بالارض. يعني بقى في ناس ده غاني ده فاقير مش عالف ايه على حسب الارض اللي عنده. تمام? فحصل اتجاه عدائي نحو انماط معينة من الملكية. وخاصة الملكية الصناعية الضخمة. طيب. بعد كده بيقول الملمح التالت فيه النمو الحضري. والطابع الجديد الرهيب اللي اتخذته المدينة الصناعي. زي ما اتفقنا الناس ابتدت انها تسيب خالص القرية وتروح للمدينة فحصل نموه حضري. وده خلى المدينة موطن للتفكك والعزلة العقلية والاغتراب. بقى الواحد يسيب اهله في القرية ويقوم رايح للمدينة. ماشي? وغيره من المشكلات. اللي نجمت عن هجرة قوة العمل من الريف. انتخيل بقى الناس بايتعملها كلها تسيب الريف وتروح للمدينة. فبالتالي قال له اساسا عدد الناس اللي بتشتغل في الزراعة جدا. قال للمحاصيل اللي احنا منها كلها. بقى كل حاجة مستوردة من برا. فهمين الفكرة? نايشي. وكمان بقى الناس زحمة اوي في المدن. والقرى يعتبر ما فيش فيه احد. فحتى ما بقاش فيه توازن في احداد السكان. اتفق الراديكاليين والمحافظين في البداية على استهجان الحياة الحضارية الجديدة. وضل المحافظون على موقفهم وعلى تقدرهم وانجذبهم للحياة الرفي. يعني بيقول لي في البداية كده الناس المحافظة والناس اللي بتحب تجدد قال لك لا يا جماعة بلاش انكم كلكم تنتقلوا للمدينة. والمحافظين ده انهم على موقفهم نقولوا احنا بنحب القرية ومش عارف ايه. لكن طبعا الراديكالي بيحبوا التقدم. فبالتالي بقوا بيحبوا الحياة الحضارية الجديدة. غيروا رأيهم. يعني قالوا لأ فعلا الحياة الحضارية الجديدة حلوة. كيبه هما في الاول كانوا بيقولوا ومش عارف قارية ومش شاف ايه. بعد كده الراديكاليين غيروا موقفهم. ابتدوا يتقدموا قالوا لأ الحياة الحضارية سكر. ناجد كارل ماركوس يرى في النموه الحضاري واحد من اهم من المنجزات الرقسمالية وافضل. يعني كارل ماركوس ده قال ان لما اعداد الناس تزيد في المدينة دي حاجة كويسة جدا 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 جدا. ويتنبأ كمان في تزايده في ظل الاشتراقية. المهم هيعد اعداد الناس يعني تزيد 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 وده هيلغي اسلوب الحياة القروية تماما. معلنا. مشكلات الانسان عنده لا ترجع الى العزلة المكانية في الحضار وانما الى الانانية والاستغلال المرتبطين بالنظام الرأسمالي جديد. فبنقول له يا عم كارل يا عم لكارل لو ماركوس كده صلي عن نبي. الانسان اا قاعد لوحده ومشعارف ايه والكلام ده يعني وسايب عيلته كده قال لا بص مشكلات الانسان اللي الظهرت في المدينة لما بيسيب اهله يعني بيرروح يُعد في المدينة لوحده ده مش بسبب انه هو قاعد مثلا في مكان بعيد عن اهله لأ ده بسبب ان النيته يعني هو مثلا مش بيرروح يسأل على اهله او مش علف ايه وانه هو خلاص خلاص كل بقي هم كل حاجة بعد ما المدينة ان هو يجمع فلوس بس في من الفكرة بعد كده بيقول بقى بالنسبة لنظام التكنولوجيا ونظام المصنع المحافزين والراديكال لقوا ان التغيرات اللي اللي حصلت اثرت على العلاقة التاريخية ما بين الرجل والمرأة وهددت النظام التقليدي لأسرة وقصرت كل الحواجز الثقافية ما بين المدينة وما بين القرية واطلقت والاول مرة في التاريخ التقاط الانتاجية للانسان حررتها من القيود اللي فرادتها الطبيعة حصيلت زي ايه مثلا زي ما تفانى بقى الرجالة وتشتغل والستات بتشتغل والستات خرجت للعمل وكلام ده حصيلت كل التطورات سواء تطورات مادية او فكرية او سياسية في اوروبا في القرن التسعتاشر متمثلة في انهيار تام لارقان المجتمع التقليدي بكل نظمه وافكاره ومقدساته بقى فيه نموه متزايد للفردية وضعف الانتماءات الاجتماعية يعني كل واحد بقى يلا نفسي وإيمان بأسبقية الفرد على المجتمع والقيم والقوانين اهم حاجة انت قفرت اهتزاز نظم كتشبه مقدسة بالنسبة للأسرة والطبقة مش عافق ايه كل الحاجات دي ملح ولا يمكن بحال من الاحوال اغفال اوجه للطرابات التانية لشمكة المجتمع بوصفه جزء لا يتجزق من الطبيعة بقى فيه صراعات طبقية ولادتها ظروف العمل الصناعي ونظام المصنع الناس بقى التتخانق والاشكال المستخدمة في الاستغلال وهكذا بقى وبالتالي ظهر علم الاجتماع على ايد الفيلسوف الاجتماعي الفرنسي اوجست كونت الحديث عن علم الاجتماع لو انا بقى عايز اتكلم او عايزين نتحدث عن نشأة علم الاجتماع وكيف نشأ علم الاجتماع فاحنا كده مش انا قلتلكم ان علم الاجتماع استمد من فلسفة التنوير فاحنا عشان كده لازم نتكلم عن فلسفة التنوير النقدية ودي اصارت او هي دي اللي قدت الى نشأة علم الاجتماع ثم بعد كده الموقف من فلسفة التنوير هل اه موقف المتقبل كما هو الحال في حال اه الاجتماع الماركسي كارل ماركس احنا قلنا ان كارل ماركس ده كان بيحب الايه اللي هو الاتجاه الراديكالي تمام يبقى احنا دوقتي عايزين اه نشوف عايزين نشوف فلسفة التنوير موقف الناس منها ايه هل هو زي كارل ماركس بيحبها وبيسقف لها ولا اه موقف رافض ليها ما وفي ناس رفضتها وفي ناس سقفت لها اللي سقف لها زي ماركس كارل ماركس مسلا واكتماع ومشعarta ايه تاب بين اللي رفضها الناس المحافظة رفضت فلسفة التنوير او اه موقف موفق بينها وبين غيرها من الاتجاه المهم الثورة الفرنسية والثورة الصناعية اللي حصلت دي مهدته الطريق بشكل مباشر لتطور علم الاجتماعي الصورة الفرنسية والثورة الايه الصناعي فبالتالي عملت تطور في علم الاجتماع أفرز الكثير من المشاكل اللي بتبحث عن حل على أي حال كونت إضافة لوضع واسم علم الاجتماع فده خلتنا ندرس ظاهر كتير 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 وقد وضع الفيزياء الاجتماعية على رأس العلوم قاطبة وقد عنية كونت بعلم الفيزياء الاجتماعية يبقى أجست كونت كان بيحب جدا 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 العلوم الطبيعية وكان له حب وشغف للعلوم الطبيعية فبالتالي أطلق على علم الاجتماع الفيزياء الاجتماعية ده معناه إنه كان بيهتم بعلوم الطبيعة وقد اهتم كونت جدا اجست كونت يعني اهتم بعلم الفيزياء الاجتماعية أو علم الاجتماع علم الاجتماع يعني ده عبارة عن إيه؟ إنه بياخد الظاهر الاجتماعي وبيدرسها بالنسبة بقى الواربرد سبينسر هو أحد رواض علم الاجتماع وكان معاصر لكون أو في نفس زمن كون فالمهم هاربرت سبينسر أدرك أن إمكانية تأسيس علم الاجتماع وأنتج مؤلفات كتير 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 من ضمنه الاستاتيكا الاجتماعية كلمة استاتيكا يعني سبات ودراسة علم الاجتماع ومبادئ علم الاجتماع سيطرت عليه فكرة التطور الاجتماعي المستمر عبر الزمن ده مين ده هاربرت سبينسر يبه هاربرت سبينسر قالك استاتيكا وديناميكا المهم استاتيكا يعني سبات وقالك ان علم الاجتماع ده بيتطور عبر الزمن حتى يعتبر عالم الاجتماع الانجليزي هاربت سبينسر هو رائد الاتجاه التطوري في علم الاجتماع خلاص كده وكارل ماركس بقى هو رائد الاتجاه النقدي عفوا يبقى مين رائد الاتجاه التطوري هارب سبينسر يبقى احنا دوقتي عايزين نشوف مين رائد الاتجاه التطوري هارب سبينسر طب مين رائد الاتجاه النقدي في علم الاجتماع كارل ماركس ميش المهم يعني بيقول لي ان كارل ماركس هو كان رائد الاتجاه النقضي في علم الاجتماع قدم دراسات وقراء مهمة في علم الاجتماع تجعله بحق قبا لما يطلق عليه علم الاجتماع الماركسي التي تعاد المادية التاريخية اساسا له طيب ليه هو كارل ماركس عمل ايه حابتي عشان تقولي ان هو رائد الاتجاه النقضي ومش عارف ايه قالك ان اي هليلة واي تغير بيحصل في علم الاجتماع ده بسبب السقبان الناس الفلوس بسبب تغيرات اقتصادية مش بسبب تغيرات فكرية ده اللي قاله كارل ماركس يبقى كارل ماركس كان مهتم بالمادة بالاقتصاد بس المنحوظة دي في ايه اه تمام اه كارل ماركس برضك اوضح ان المجتمعات عبارة عن مجتمعات متجنسة ومجتمعات غير متجنسة يعني طبعا احنا عارفين في القرية كنا بنبقى عبارة عن اه ناسة كلها عارفة بعضها اه كلنا عايشين كقابيلها مش عارف ايه دي المجتمعات المتجنسة لكن اه بعد ما اتجاهنا بقى والعائلات ابتدت توسع وابتدينا نهاجر مش عارف ايه بينا عبارة عن مجتمعات غير متجنسة مش شرط ان احنا مسلا كلنا بنشتغل في نفس المصنع مش شرط كلنا نعرف بعض مثلا نفس العمارة مش شرط كنا نكون نعرف بعض وهكذا فدي المجتمعات المتجنسة والمجتمعات الغير المتجنسة اللي تطرق لها كارل مارس